السلام عليكم ومرحبه بكم في قناة عالم عواطف كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وفصحه جيده انتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليومه ان شاء الله سنشارك معكم وصفه ديال الروز بالتجاج كتجي رائع بزاف الديدة وسهلة وسريعة في التحضير بالنسبة الروز كتشوفوا معي راه كيجي حب حب ما كيتعجن مواله والموداق دياله كيجي اكتر من رائه ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال اعجاب ديالكم والعجبكم الفيديو لا تبخلوش عليها باللايكات والتعليق ديالكم المحافظة ونبدأ في التحضير سنأخذ طنجرة سنقوم بها القليل من زيت الزيتون ممكن ايضا نقوم بزيت المائدة او خلط بين زيت المائدة وزيت الزيتون يبقى لكم الاختيار من بعد ضفت حبة كبيرة البصل لمشلدة ارقيقة ونجعلها كتشحر هاد المرحلة الاولى ديال البصلة مهمة بسف هاد الوصفه فنجعله هاد البصلة تبقى تشحر مره مره ونحركه والنار تكون متوسطة حتى غادي تتعسل هاد البصلة ما غاديش نخلي واحدة تتحرق وانما تتعسل غادي وعندها واحد اللون المذهب اللي غادي تشوفوه معايا كيف هاد الوصفه كيف يتوه من يتعسل هاد البصلة كيف تشوفوها كتعطي واحد مادة قزوين بزاف هاد الروز فبالنسبة للنار كتكون متوسطة ما كتديرو هاد مهلة كتخليوه متوسطة وكتبقى وهاكا تحركوا فيها مرة مرة حتى كتباليكو متع السلاس واخداز هاد اللون الذهبي سفي هنا يراها واجدة هدينا بدكا نضيف باقي المكونات فغادي نضيف حبة كبيرة ديال الجزر اللي حكيتها في الحكاكة وحد الحبة ديال الطماطم حتى هي كبيرة حيت لها الزريعة دياله وحكيتها تو مفروم والزنجبيل اللي طري حتى هو حكيته واللي ما عندهاش الزنجبيل طري يعني سكينجبيل طري غادي نضيفوه مجفف من بعد خلط هدي المكونات وغادي نزيد القطاع ديال الجزر أنا هنا يدرت كان وعندي هاد الفخيضات درسهم تقدروا تدير القطاع اللي بغيتو ديال الجزر غادي نبدكا ندير التوابل غادي ندير الفلفل الأسود وبطبيع الحال بالنسبة للتوابل غادي بقى على حسب الكيمياء اللي غادي تحضرون سومة المهم درت الفلفل الأسود يعني البصار الكوركم اللي هو الخركم البلدي وحت لسات الحبات ديال الهيل جوج حبات ديال القرنفل وغادي ندير عود ديال القرفة اللي ما عندهاش هكا القرفة عواد كتدير شوية ديال القرفة مطحونة ورقة ديال سيدنا موسى وغادي نضيف أنا هاد توابل غادي نوريهم ليكم إما هكا إما التوابل ديال برياني أولا ديال كبسة اللي متوفر عندكم ديروه مهم أنا درت هادو ديال برياني ومليكا نستعمل ديما وغادي نزيد الملح اللي غادي يبقى على حسب الضق وكإضافة اختيارية غادي نزيد شوية ديال الزعفران شعرة هادا اختياري وغادي نضيف ملحقة كبيرة ديال مركز التماطم بالنسبة للتوابل ديال كبسة أو اللي برياني اللي ما متوفرش عندها فكتكتافي بهاد المكونات اللي ضفنا يعني هاد توابل مع القرفة مع الحبات ديال اللي هي اللي قرنفال ورقة سيدنا موسى هادو حتى هما بوحدهم كيتبلو وكيعطي وما دا قزوين بزاف المهم أنا من اللي ضفت عدوك التوابل كلهم غطيت طنجرة خليت داك شي كيتشحر شوية بينما غليت الماء فهنا يراني مرقت بالماء اللي ما غليه طيب مزيان صافي وغادي نغطي عليه ونخلي حتى هاد جاج كي طيب كندوز هنا يا الروز كندير القياس ديالي جما بطبيق الحل كتديرو القياس اللي كي ناسبكم أنا كنعبر بالكاس غادي ندير جوج كؤوس وغادي نوري لكم أنا هاد الروز اللي كنت سعمل حيت بزاف ديالي بنات هكتي بيقولوا لي بقيت ورين هكا الماركات او للانواع اللي كنت سعملي فهدا هو الروز احسن واحد صراحة جربس المهم خديت هنا يا هاد الروز غسلته مزيان كان بقاو كان غسلو فيه حتى هاد الماء كي صفاء ما كيبقاش هاد الماء بيض كي بولي الماء فيه صافي وكان نصفوه كان نرجح نايا لهاد الدجاج صافي كان طعب كان نهزو هكا كان حيدو من المارك وفي هاد المارك هادا هو اللي غادي نطيبو فيه الروز غادي نخلي هاكا هدجاج على الجنب وهنا غادي نضيف الروز كيف ما قلت لكم را غسلته مزيان تاكي ولي داك الماء صافي وصفيتو غادي نضيفو دابل طنجارة وغادي نمرقو هنايا بالماء مغلي ضروري نمرقو بالماء مغلي انا غادي نضيف جوج كؤوس ديال الماء مغلي كيف ما شفتو حيط طنجارة كانت ما زال فيها شوية هكا ديال المريقة فغادي نزيد جوج كؤوس ديال الماء مغلي وصافي رهبالية من اللي ضفتو باليال الروز تغطى اهم حاجة انكم ما تضيفوش الماء كتر من اللقياس باش ما كيعجنش لكم الروز يقدر يخصكم الماء من بعد كتضيفوه مغلي احسن من انكم تضيفوه كتر من القياس ويتعجن انا زيت شوية ديال العنب المجفف يعني زبيب كعجبني الماداق ديالو كيجي زوين بزاف مع الروز اضافة اختياريا اللي ما بغاتوش تقدر ما تضيفوش صافي هنا كتوفو معايا من اللي كنضيفو الماء مغلي بالزربة كتغلى طنجرة من اللي كتباليكم غلات كتنقصو عليها كتخليوها مهيلة كتخليو النار شمعة كيف ما تعنقولو كنغطيو الطنجرة وكنخليوها الطيب على خاطرها انا صافي هنا تقريبا خدليا بين ربع ساعة وعشرين دقيقة صافي رجحت لي هنا يقيتو صافي ناشف ذاك الماء ما بقاش نهائيا والروز دياليها هو طايب ممع الجن موالو كيف ما سنقولو حبا حبا هادو كجوجكو وسلي ضفط ديال ما جوا معاه قد قد وكيف ما قلتليكم ما تضيفوش الماء بزاف ضيفو الماء حتي بليكم الروز راه تغطى صافي وحبزو وحتى نفرد الى قليلة الروز ديالكم لقيتوه نشوف ولقيتو الماء ما بقاش كتزيدوا واحد شوية ديال ما بطبع الحال يكون مغلي المهم الروز ديالي صافي طاب هنايا غادي ينقلي شوية ديال اللوز وشفتو معاي قبيلة من اللي حيت هدو كل الفخدة ديال الجاج من اللي كانوا ما زال سخان ذهنتهم بالزبدة باش هذيك الزبدة دابت عليهم وتلبسوه كاملين بالزربة وتلبسوه كاملين بهذيك الزبدة صافي وهنايا اما تدخلوهم الفران او باش يتحمروا او اللي تديروهم هكا في القلاية الهوائية مهم تحمروهم كنجي هنا يالتقديم طبيعة الحال تقديم كيبقى اختياري شوفوا معاي الروز كيفاش كيجي ممع الجن موالو كيف ما تنقول وحبة حبة كامل ملفق حتى اللقاع هكا ديال طنجرة ما لاسق موالو الطياب ديال وهو هذك كنجي ملفق هتين دير هذو كل القطع هكا تلخط ديال الدجاج اللي حمرنا وتقدرو تديرو كيف ما نقول لكم شي ضروري انكم تديرو فخدس اي قطاع ديال الدجاج او اللي بغا دير دجاج هكا مقطعة وغادي نزيد من الفوق شوية ديال الوز مقلي واحد الرشة ديال مات نوس مقطعة صافي وها هو الطبق ديال نا واجد ما نقول لكم الريحة طالعة منه زوينة بزاف والمادقة ديالو كي جلدي تصراحة روعة يلا جربتوا الوصفة اكيد غادي تنال اعجاب ديال وكيف ما شفتوا معايا رها بسيطة ما فياش مكونات كثيرة ورها ما كتاخدش وقت لطويل كتوجدوها بسرعة كانت هدي هي الوصفة ديال اليوم كانت منه تنال الاعجاب ديال وعجباتكم الوصفة ما تنسوش انكم تخليوا لي لايك وتعليق في الوديو وكانت هدي هي الوصفة ديال اليوم ان شاء الله نتلقا في وصفات اخرى اشتركوا في القناة